رحنا عند شك رفع تسلل هنا أحمد نوفل شكينا في اللعبة نشوفها مرة تانية هذه رحزة لعب الكورة لا يوجد تسلل هو لما كان وقف صح احتسب التسلل خلى اللعب يمشي وجيه هدف وقشدنا به في اللقطة اللي فاتت لما معلش هل يا وليد نقدر نجيب وقفته في اللقطة اللي فاتت زي دي كده نتقارن بينهم وقفته هنا سابق ده الخط الواهم للتسلل اللي المفروض يكون هو وقف محازلي عشان يقدر يشوف طبعا هنا قدم لعب بيتروجيت موجود على الخط في الوقت اللي لسه لعب النادي الأهلي لم يصل إلى الخط اهو بصوا حضراتكم شوفوا هنا مش محتاجة أعمل خط هل وقفته هنا صحيحة ليه لأنه واخد المدافع بتاع بيتروجيت اللي هو جوه منطقة الجزاء ده واخده قدامه على الخط عشان كده شايف بوضوح أنه لعب النادي الأهلي متغطي ارجع بقى للقطة التانية شوفوا هيداكم بقى هنا واقف فين هنا معد الخط ده طبعا ما وقفت غلط هتاخد القرار الغير صحيح ترجمة نانسي قنقر